في موضوع آخر أعلنت العديد من الدول كفرنسا وأمريكا تخفيض فترة الحجر الصحي بنسبة للمصابين بفيروس كورونا بمعدل النصف وهذا من أجل سماح لأكبر عدد من الأشخاص بالعودة إلى العمل بشكل أسرع تفاديا للتأثيرات المسجلة اجتماعيا واقتصاديا فيما لجأت دول أخرى على غرار بريطانيا وروسيا إلى فرض المزيد من القيود تجنبا للارتفاع القياسي في عدد المصابين بالتزامن مع انتشار المتحاور الجديد أميكرون